لأن هذا الاعتقاد خاطئ بشكل كبير واخطير فقال شرب الماء في الشتاء لها تداعيات وخيمة على الصحة الإنسان ويمكن أن تتسبب له بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحيات مثل أمراض القلب والشيخخة وزيادة الوزن وغيرها فما هي فوائد لإكثار من شرب الماء في فصل الشتاء على الصحة الجسدية والنفسية وكذلك الجمال هذا من أن ينتهي موسم ويبدأ موسم آخر حتى تتغير الكثير من العادات اليوميات الحياتية التي نقوم بها إن لجهة الغذاء أو العمل وغيرها ومع أفو الموسم الصيف المعروف بدرجات حرارته المرتفعة والحاجة الدائمة لاشرب المزيد من الماء يأتي موسم الشتاء بأمطاره وثلوجه وعواصفه في خال الناس أن الحاجة لاشرب الماء لم تعد ضروريات كما كان الحال خلال فصل الصيف إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ بشكل كبير واخطير فقال شرب الماء في الشتاء لها تداعيات وخيمة على صحة الإنسان ويمكن أن تتسبب له بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحيات مثل أمراض القلب والشيخخة وزيادة الوزن وغيرها فما هي فوائد لإكثار من شرب الماء في فصل الشتاء على الصحة الجسدية والنفسية وكذلك الجمال هذا ما نتعرف سويا وفقا موقع بولد سكاء ما هي فوائد شرب الماء بكثرة في فصل الشتاء يميل الكثيرون لاشرب القليل من الماء خلال أيامات فصل الشتاء ولو اكتفاء بطبق من الحساء صاخن مع الوجبات لكن ما لا يعلمه أولئي أن شرب الماء حاجة ملحة في الشتاء حتى وإن انخفض شعور بالعطش خلال هذا الموسم كون الماء يقدم لنا فوائد جمة وفقدان سوائل الجسم في الشتاء قد يكون مماثلا لما يحدث في المناخ الحرى لجهة الجفاف والتعاب والمضاعفات الأخرى المترافقة معه واستبدال الماء بالقهوة والشاي ليس بديلا صحيا كون هذه المشروبة تزيد من لدار البول وبالتالي جفاف الجسم بدل ترطيبه وبحسب تقرير الموقع المعني بشؤون الصحية فإن شرب الماء بكثرة في الشتاء يمنحن الفوائد التالية وحتى عزيز الشعور بالدفء بعض العوامل المرتبطة بشاء مثل البرد الشديد وقلة المجهود البدني وفقدان المياه في الجهاز التنفسي والضغط النفسي يمكن أن تؤدي لأثار جانبية مماثلة لما يحدث في التقس الحارة في الصيف وبالتالي فإن تناول الماء بكثرة يساعد في تنظيم حرارة الجسم في الشتاء وزيادة الشعور بالدفء إثنان تقليل الشعور بالكسل كثيرا ما يعاني المرء من الكسل وقلة المشاط بسبب البرد في الشتاء ما يجعله غير قادر على القيام بأعماله كما يجب في حين أن تناول الماء يعزز من نشاط وطاقة الجسم من خلال تعوض فقدان السوائل والشوارد في الجسم ومنع أعراض الإرهاق وتعب التي تعد علامة الرئيسيات للجفاف ثلاثة رد السموم من الجسم لا يختلف اثنان على أن الماء هو أفضل مشروب لتنظيف وترد السموم من الجسم ويساعد الماء الكل والكبد على تصفية السموم وبالتالي فإن قلة حصول الجسم على الماء يعيق عملية التخلص منها بشكل مثالي ما يعرض لمضاعفات الصحيات خطيرة أربع علاج الإمساك وهي واحدة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء خاصة مع قلة التعارض للشمس وعدم الحصول على كمية كافية من شتامين دي ويساعد شرب الماء بكثرة في الشتاء في الوقاية من الإمساك المزمن وعلاجه من خلال تسهيل عملية الهضم وعمل الإمعاء والإخراج خمسة حسين صحة البشرة يمكن للهواء الباردة ودرجة الحرارة الباردة في الشتاء أن تمتص المزيد من الماء من الجلد وتسبب جفاف الجلد وطفح الجلد الشتوي وتقشر الجلد أو تشقق الجلد وهي مشاكل جلدية مؤلمة ومزعجة لجهة المظهر الخارجي أيضا لذا يوصي الخبراء بضرورة تناول ثمانية أكواب من الماء يوميا لمساعدة الجسم على التكيف مع فقدان الماء ومنع جفاف الجلد والحصول على بشرة صحية ستة الحيلة دون زيادة الوزن غالبا ما يزداد الوزن خلال فصل الشتاء بسبب الجفاف الذي يعيق عملية فقدان الدهون من الجسم عن طريق تحللها وتعرف بعملية التمثيل الغذائي التي يدفكك فيها الكوليسترول عن طريق التحلل المائي لتستخدمه الخلايا للتنظيم الطاقة والحرارة ولت عزيز الفائدة من شرب الماء لمنع زيادة الوزن في الشتاء ينصح الخبراء بتناول الماء الدافئ سبعة عزيز مناعة الجسم لا شيء يقوي الجسم ويحميه من مسببات الامراض في الشتاء مثل المناعة السليمة والقوية واحد ركائز تعزيز الجهاز المناع في فصل الشتاء تتمثل في الدرجة الاولى بشرة بالماء الذي يساعد في وظائف الجسم الداخلية مثل الحفاظ على درجة حرارة الجسم والتفاعلات الكيميائيات ونقل العناصر الغذائية كما ان الماء ضروري للمساعدة في تكوين اللاعب وتشحم بين المفاصل والحبال الشوكية والاغاشية المخاطيات والعينين وعندما تعمل معظم وظائف الجسم الداخلية بشكل جيد تزداد المناعة بشكل طبيعي ثمانية يعمل الماء تحسين المزاج ومعالجة الصدع حيث تشير الابحاث الى ان جفاف الجسم يمكن ان يؤثر سلبا على المزاج ويسبب صدع الرئيس شيء الذي يؤثر بطريقة سلبية على وظيفة الدماغ لهذا فاشرب الماء يمكن ان يساعد على تحسين المزاج تسعي حافظ الماء على الرطوبة الفم ويزي البقايا الطعام والبكتيريال تسعي حالقات ما بين الاسنان واللثة لذلك فان شرب ماء يكفي من المياه خاصة بعد تناول الطعام يساعد على التقليل من رائحة تسعي حالقات ما بين الاسنان واللثة اشتركوا في القناة